ونسبة كلامك عن محمد صلاح هو القائد كمان دلوقتي مش بس نجم الفريق لكن هو بقى قائد الفريق ايه الأدوار اللي مش ظهرالنا بيعملها معاكم كقائد للفريق في لم شاملكم في تحفزكم الحاجات اللي احنا بنشوفهاش قدام الكاميرا لا هو دور كبير جدا طبعا في الفرقة يعني ان هو بس يكون معانا في فرقة دي حاجة بتدينا سكة كبيرة غير ان هو دايما بيتكلم مع اللعيبة الصغيرة بيحاول ينقل لهم الخبرات اللي عنده ودايما احنا لما يكون معانا واحد زي ده ان هو حقق حاجات كبيرة جدا بتقدر تشوفه وبيعمل ليه كل يوم ان هو يحقق الحاجات دي ودايما بيلعبها لأعلى مستوى وده بيديك دافع انك لما تكون شايف محمد صلاح دايما بيركز في كل حاجة صغيرة انك تدي اقل حاجة تدي اكثر حاجة في الموتش ودايما يعني بيتكلم معانا قبل الموتشات ويدينا النصايح ودي حاجة ساعدتنا يعني جدا في الفترة اللي فات قالك ايه انت بشكل شخصي كلاعب ومحترف وفق اوروبا زيه وايه النصايح اللي انت خدتها منه ولو كنت اتكلمت معانا الموضوع ده هل استشارتوا بصلا بينك دون انت نفسك تلعب في الدورة انجليزية هل استشارتوا في الخطوة دي هتكون مناسبة ليك وان لا نتكلم بشكل عام تقريبا بنتكلم قليل عن الكورة ان احنا دايما في الملعب وفي التمرين بس طبعا اول معسكر ليه كانت الدنيا صعبة شوية ان انا كان لسه معرفش اللعيبة كلها فما اتكلمش معاوي بس دلوقتي بنتكلم كتير ويعني شخصية حلوة جدا بصراحة وبنحاول دايما نتكلم على اي حاجة غير الكورة عشان نحاول نفضي دماغنا شوية ونركز ان احنا لما ننزل الماتش او التمرين نكونوا خلاص جاهزين محمد صلاح بقى طيب ليك مواقف انت شخصية معاه استفدت منه وفيها كقائد او اتكلم معاك فيها واستفدت منه اه كان في كذا مواقف في مواقف افتكرك كنا في ماتش كاميرون وكان ماتش الاجواء كانت صعبة والصوت كان عالي جدا بالذات ان احنا كنا نلعب في بلدهم وماتش مهم جدا بالنسبة لهم اه انا الحمد لله لعبت قدام جمهور كتير في بونستيجا دايما بس وقتها كان موضوع مختلف فتعريبا في الديئة تلاتين او حاجة الدنيا ما كنتش ماشي قوي معا انا ما كناش مسكين الكورة كنا ملوشين شوية حد وايه عالارض تصاب فالقيته جاي بيكلمني بيقول لي ركز وما تخافش من اي حد ما يهمكش اي حد يلعب زي ما كنت بتلعب في التمرين وانت لعب كويس وان شاء الله يعني هتعمل حاجة كويسة لو لعبت وما فكرت في حاجة وانا باسق فيك وكده طبعا ان انا اسمع كلام زي ده في فوس الاجواء دي ان انا عمال بفكر احنا لازم نكسب ولازم نمسك كورة حاجة كبيرة وحاجة بتهديك وقتها في الموتش ان يكون معاك حد زي محمد صوح معاك في الملعب كائد زيه حاجة كبيرة جدا طبعا اشتركوا في القناة